دورة العضل معada حاجة تانية او دورة تانية جديدة اعزك اكلم معاك فيها وهى دورة الانقباض العضل دورة الانقباض العضل świe ملها، دورة الانقباض العضليекс تزيجرها فيها وسببها الوظة عزتك تركز معايا بس اجينا تفتكرها بسرعة ابل ما تحص مشح الشركة دورة الانقباض العضل اللى هو عايزه cena بيوضحهافيها هي الذي يهم من الصحيح ساعة لما يقول لك عضلة اعرف اللي الوحدة التركبية بتاع العضلة هي ALAIاف عضلية ALAIاف عضلية ALAIاف عضلية دي اللي شغالة ده اللي احنا نشتغل عليه ده اللي انا هتكلم عليه طيب عايز لما يتكلم معاك في الإنقباض العضل تركز اش ماعنى العضلات هي اللي بتعمل كده اصلا وجيتها بص على عضاء الجسم كلها لما تيجي تقوم بالوظيفة بتاعتها لتحدث حركة استطوع من اللي بيحدث حركة؟ من اللي بيعمل لي حاجة اسمها و حاجة اسمها انقباط و ما مبساط اللي هي العضلات فعشان كده قتل العضلات بيقولك ال که بتتولى مسئولية الانقباط العضلة فبيقولك او ما تتتحمل العضلات مسئولية حركة الجسم وذلك لقدرتها على الانقباط و الانبساط طب كيفية انقباط العضلة الهيكلية بقول لي ليتم انقباط العضلة الهيكلية تحت تأثير مين تحت تأثير السيالات العصبية وفي��جيا استجابة العضل لهذا الحافظ العصبي يعني أننا دلوقت هبعد سيا العصبي لحد العضلات وباكل العضلات يلا عشان تنقبضي فهي تبدأ اللي هي تستجيب لي وتبدأ اللي هي تنقبض طب هم لما تنقبض تبدأ تعمل ايه؟ شغلت جهاز عصبي وهدلوقت العضلات انقبضت فشغلت الجهاز عضلي تعال يلا شغل الجهاز التالت اللي هو الجهاز الهيكالي عشان يحدث للحركة وابدا أن لأنا اتحرق . فبيقول لي قول بيستجيب لهذا الحافظقط الاسبب , ازاي باشا؟ بالتنصيق والتقاذر بين الجهاز الهايكالي والعصبي والعضلي بين الاثنائك الجهاز المتاب groove لائده احناه لنعتمد انت هتكلم معي تحديدا عن من ؟ عن الجهاز العضلي هو بيستجيب ازاي الجهاز العضلي هذا ؟ ب organic بيستجيب المتابعات المرات المتابعة لهذا العضلي we know reality الاضلات المفروض الحالة الي مسيطرة عليها هو حالة اسماءها حالة الراحة طيب هيوه حالة الراحة إيه اللي بيعصل? هي عضلة مرتاحة والدنيا زي الفل جعبه في البيت بتبقى قادم laرة الطيب انت يمكنها اوrob giving. طيب عندي دلوقتي حالة الراحة وحالة العودة الراحة اوالحاد. طيب حضرتك بقول لك في شغلirement فيه لله في العمل طيب أنا جاي أشتغل ولا أقول لك بلاش مش شغالين النهاردة. هل كده أنت هلت في حالة شغل؟ لا هرجعتاني حالة الراحة فالحالة اللي مسيطرة عليها هي حالة الراحة ماهما طلعت شغله هرجع لحالة الراحة ولو دلوقتي ما في الشغل هفضل في حالة راحة طب عرفنا حالة الراحة دي إيه اللي بيحصل فيها بيقول لك حالة الراحة دي حالة الرحة هالة الليفة العضلية لما هي تكون أعدة مرتاحة يعني أعدة مرتاحة يعني السطح الخارجي للليفة العضلية هيحمل شحنات موجبة والسطح الداخلي للليفة العضلية اللي هو جوه هنا يحمل شحنات سالبة فبيقولك اهو السطح الخارجي للغشاء الليفة العضلية يحمل شحنة موجبة والسطح الداخلي للغشاء الليفة العضلية يحمل شحنة سالبة طيب انا دلوقتي خد في مادة انا مش عايز اغكرك بيه كان اسمها فيزي خدت موجب وموجب بيعمل تنافر سالب وسالب بيعمل تنافر موجب وسالب بيعمل تجاذب نتيجة للتجاذب ده اللي بيحصل بيحصل لك حاجة اسمها فرق في الجهد في فرق جهد اسمه فرق جهد تأثيري بيحدث نتيجة تأثير في تركيز الايونات دي سواء خارج الخلية او داخل الخلية اللي اتنين بيقصروا اه فعملوا لي الحال اسمها حالة فرق جهد او فرق جهد التأثيري اللي موجود هنا ما لوا فرق جهد فرق جهد ووظيفته اللي هو مسيكل الكوتب الموجب بره والكوتب السالب جو ولا انت تتحرك ولا انت تتحرك طب باشا انا تحركت يبقى انت كده ما فيش فرق جهد يبقى انت مش شغال فما لكش شغل ما ينفعش طب الحل ايه بيقولك او هينشأ فرق جهد عشان يفضل مسيك لك المجبرة والسالب جو نتيجة الفرق في تركيز الايونات بين خارج وداخل غشاء اللي في العضلية وهو ما يسمى بحالة الايه الاستقطاب ايه حالة الاستقطاب الحالة اللي كان فيها العضل او السطح الخارجي موجب والداخلي سالب ده حالة الراحة اه حالة الراحة طب انت عارفها اه عارف طب دلوقتي عندي مرحلة تانية او حالة تانية اسمها حالة الاصار او اللي استقطاب يعني اه انا كنت مرتاح في البيت لما هطلع الشغل هال نفس الراحة ولا كل حاجة بتتبدل كل حاجة بتتبدل وكل حاجة بتتغير طب انا اغاير كل حاجة OH هغاير كل حاجة طب انت هاتغير ازاي والله كنت لابس تيشير تغير بانطلون اغايرو اي حاجة عشان ا examination هي للحالة اللي انا رايح لها. ايه الحالة بقى اللي انت رايح لها؟ رايح لمرحلة قصارة لمرحلة شغل؟ اه رايح لمرحلة قصارة ومرحلة شغل. هبدل كل حاجة. انا كنت برة موجب وجوه سالك. هنا خارجي سالك داخلي موجب. فانا كده هتبدلته ولا ما تبدلتش؟ تبدلي. طيب ايه الفكرة بقى ايه اللي حصل؟ باشها هو انت مش قلتلي الانقباض العضل بيحدث نتيجة السيالات العصبية والالياف العضلية اه فانا بيوصل�를 دلوقت بيوصل ليه بس ركيز معاين دلوقتي هيوصل من الالياف العصبية سيلات عصبية هتوصل لحد الآخر عشان تلبه الالياف العضلية اذا في علاقة بين هما اللي اتنين مسكين او مرتبطين مع بعضPI اه النهايات العصبية مع الالياف العضلية فده ده ما كان اسمه ايه? التشابق العصبي الا تشابكي بين النهايات العصبية والألياف العضلية يبدأ ينتقل السيال العصبي معك من اللياف العصبية لحد ما يوصل على النهايات العصبية في هيئة حويصالات هل حو 것 هملتت تبدأ تنبه مثلا говорю العضلية عشان تنقبل لو تحصل للنهايات العصبية بعد زوج نتيجة أيونات كالسف بعد كده تبدأ تنتقل من الألياف العصبية لحد الألياف العضلية فتنبهها على اللي هي تنقبل ساعة لما نبهتها تبدأ تتحول من حالة الراحة لحالة الشغل طيب ركز معا كده بص يا باشا أنا عندي هنا ده السيالة العصبي جايلي من المخة هو ماشي في هيئة حويصلات تونجا راح أدخل الدبوس أو البلونة بتاعت اللي هي يا باشا الدبوس اللي هي فارع البلونة اللي هي أيونات الكالسي هتفجر الحويصلات اللي موجود هو اللي جوه الحويصلات مادة كيميائية تسمى الأسطيل كولين مادة تسمى الأسطيل كولين مالون أسطيل كولين يبدأ اللي هو يطلع من الحويصلات في الشقة التشابك اللي موجود ده ويبدأ اللي هو يتحرق فيه هيتحرق فيه آه يتحرق في الفراغ اللي موجود ده عشان يوصل لحد الخط اللي هو بالأحمر اللي أعمله لك ده اللي هي الألياف العضلية يوصل للبوابات بتاعتي يوصل يقولها إيه يلا يا سيت الكل أم اشتغلي طب اشتغل اعمل يا أخويا تقول له هيتحول من حالة الراحة على حالة الشغل فأنا كده نبهت الألياف العضلية اللي هي تبدأ اللي هي تنقبض يعني أنا دلوقت وصلت النهايات العصبية وصلت لها حويصلات الحويصلات دي جواها أستيل كله لما دخل الكلسان بدأ اللي هو يفجر طب إلا هيصل لما يفجرها هتنتقل منين يا باشا من النهايات العصبية للألياف العضلية بس في مسافة صغيرة بينه بطلق عليه لفظ الشق التاشي يا بوكي عامل زي لما أنا جب بلونة وحطها فوقية وأبدأ اللي أنا فرقعة إلا هيحصل المية بتاعتها أو لو أنا حطت فهمها مية تبدأ اللي هي تقع علي نفس الفكرة فرقعة البلونة اللي فوق اللي هي الحويصلات تبدأ تقع علي لحد تحت على مين يا باشا على الألياف العضلية عشان تنبهها اللي هي تنقبض طب هي انقبضت؟ آه يا باشا انقبضت فكان بيفصر لك الكلام ده في رغي كتير اللي هو هيعتبر المؤثر اللي بيسبب انقبض العضلة الهكلية وصول السائلات العصبية اللي هو السائلات العصبية بتوصلها أوه المؤثر اللي بيسبب انقبض العضلة الأراضية بيوصلوا منين لمنين؟ قال لي من المخ والحبل الشوك ما ده المركز اللي بابعت منه الأعصاب عن طريق الخلاقة العصبية الحرقية خلاقة العصبية الحرقية اللي بتتحرك من المخ لأعضاء الجسم فأنا هنا هتحرك لحد العضلات عشان هنبهها وبتتصل نهاياتها العصبية اتصالاً محكماً بالليفة العضلية عشان يكون لمنطقة تسمى تشابق عصبي عضلي وبيقول لك عند وصول الثالة العصب للحويصلات الموجودة في النهايات العصبية للخلايا العصبية هتدخل آيونات الكلسة ده الدبوس؟ اه الدبوس اللي هيعمل ايه؟ هيفجرها تمام؟ فهيفجرها بيقول لك ده عمل على تحرير بعض المواد الكيميائية تعرف بالنواقل العصبية النواقل العصبية اللي هتنتقل من الحويصلات للألياف اسمها ايه باشا؟ الاسطيل كوليت وتسبح النواقل العصبية في الفراغ اللي هو الشق التشابكي ده المسافة اللي موجودة بين الأعصاب أو النهايات العصبية والألياف العضلية الموجودة بالنهايات العصبية وغشاء الليفة العضلية عشان تصل لسطح الليفة العضلية الإراضية إراضية؟ ما معنى إراضية أخوي؟ هو مش انت اللي بعتلي السيالات العصبية فالسيالات العصبية هنا أنا اللي بتحكم يعني أن دلوقتي ده عضلة خضعة لإقراضتي فدي العضلات الإقراضية والعضلات الإقراضية دايما مخططة بيقول لك اهو يتلاشفر الجهد على غشاء الليفة العضلية امتى؟ لما أنا بعت السياء ويحدث انعكاس للشحنات يعني أننا تحولت من حالة راحة لحالة إصارة من حالة راحة لحالة إيه؟ إصارة عشان يصبح السطح الداخلي لغشاء الليفة العضلية موجباً والسطح الخارجي سالباً وذلك لزيادة نفذية غشاء الخلية لأيونات الصوديو وانت مش حولتني من وسط لوسط يعني أنا حولتك من موجب لسالب؟ طب إيه السبب في التحول ده؟ السبب في التحول للايونات الموجبة بدأت اللي هي تخش ويطلع الايونات السالبة طيب باشا تمام؟ الموجبة اللي بتدخل بسرعة لداخل غشاء الليفة العضلية حينئذن توصف حالة غشاء الليفة العضلية بحالة اللاستيكتاب هتوصف بحالة الايه؟ اللاستيكتاب مما يؤدي لانقباض العضلة يعني هي هنا انقبضت عشان الايونات الموجبة دخلت جوه اللي هي مين؟ ايونات الصوديو ليه؟ عشان جالها إصارة الإصارة اللي هي مادة الأستيكتاب وحالة اللاستيكتاب خد بالك منه اللي هيكون سطحها الخارجي سالب الشحنة وغشاءها الداخلي موجب الشحنة قلت له باشا تمام؟ طب انت كده كنت في حالة راحة وتحولت لحالة إصارة طب بعد كده ارجع تاني لحالة الراحة طب هارجع لحالة الراحة ازاي؟ انا كان فيه مشكلة حصلالي مش انا قلت لك اللي انا عندي فرق الجهد ومسك كدب موجب وكدب سالب وكدب الموجب راح فين يا باشا دخل جوه والسالب طلع بره يعني كده فرق الجهد شغال؟ لا مش شغال فكانت لاشا فرق الجهد ده في الاستيكتاب طب انا عايز ارجع تاني لحالة الاستيكتاب حالة الراحة هرجع فرق الجهد ولا مش هرجعه؟ هرجعه تاني فبقولك حالة العودة الى الراحة يعود فرق الجهد الوضع الطبيعي على غشاء الليفة العضلية بعد جزء من الثانية جزء من الثانية اه مثالات العصبية بتبقى سريعة حتى تكون مهيئة للاستجابة للحافظ مرة اخرى يعني انت لو جالي تنبيه عصبي هبدأ اللي انا اشتغل يعني ايه؟ لو انا في شغل هل ينفع يجيلي شغل تاني؟ لا لما خلص الشغل اللي انا فيه هبدأ اللي انا اشتغل عضلة منقبضة هينفع تانقبض تاني؟ لا فلازمن ترجع لحالة الراحة عشان تبدأ نقابض طب انا دلوقتي هعيز ارجح على حالة الراحة عشان تبدأ لإيها تنقبض كمان مرة فيقولك حوة الاستجابة للحافظ مرة اخرى بفعل انزيم shot ده 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 هيعمل هيحطم مادة الاستيال كولين طب هو لما هيحطمها عشان يرجع لحالة الراحة بيقول لي ده انزيم متوفر في نقط الاتصال العصبي العضلة يعني بين الاعصاب وبين العضلات بيعمل على تحتيم مادة الاستيال كولين وتحويلها الى كولين وحمده خليك وبالتالي يبطل عمله فيزول تأثير المنبئ المنبئ عليه وتعود نفذية الغشاء لما كان عليه وقت الراحة اي حالة الاستكتاب يعني رجع التاني باشا هو انت مش هناك نقلت اه وفجرت وطلعت استيال كولين ومنبئ وبدأ اللي هو يتحوي من حالة الراحة لحالة الاسارة زي الفل طول ما موجود المنبئ اللي هو الاستيال كولين ده باشا طول ما هو بيعمل انقباط طيب انا الاستيال كولين نزل هو من حواي صلات ولسه بينبه جبت له ايه الكولين استيريز الكولين استيريز بيبدأ اللي هو يكسره لكولين وحمده خليك يعني ده الواحده وده الواحده يعني انا شيلت المنبئ اللي بيخليني منقبض فانا دلوقتي ما قدتش منقبض حالة نقل فيك ListU13 هذه الانضرقتinvestگي HideDII يعني هي؟ يعني انا دلوقتي الاعصاب والليفة العضلية اللي انا شغال عليهم. الف عصبيه و الف عضليه. ده في حالة راحة وفي حالة راحة. الاعصاب جالها اصارة. ودي Abdullah لسه. تبدأ لها تنتقل الاصارة الهن فدي ترجع ثاني حالة راحة ودي اصارة. وبعد كده دي ترجع حالة راحة ودي حالة راحة. ودي كانت في الاصل يا باشا راحة راح يعني أنا دلوقتي السيالات العصابية هي اللي بتنقل التنبيه فهي اللي بتبقى مصارى فبقيت إيه جوه مجب وبرة سلط عكس الألياف عكس الطبيع طيب ودي لسه في حالة راح تبدأ تنقل الإصارة بتاعتها من هنا لحد هنا فدي ترجع تاني ترتاح ودي تبقى مصارى فدي مصارى ودي في حالة راح وبدأوا يرجعوا تاني زي ما كان ده كان إيه بشا ده كان عبارة عن الانقباض العضل اللي بيسبب مشكلة بالنسبة للناس ركز عليه وركز في الفيديو ده ده هيبقى مهم بالنسبة لك فالفيديو ده بيتكلم لك عن الانقباض العضلي عشان تدلوقتي لو مظبط ضعمة وحركة وعندك مشكلة في الانقباض العضلي فانت رجعتوا في دقتين